اهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الاسبوع وبنتكلم في هذه الفقرة عن مخاطر الادمان وتحديدا النهاردة عشان احنا دايما متعودين نكون محددين في نقطة معينة في كل فقرة موضوع الادمان ده موضوع كبير واكيد احنا فتحنا موضوع قبل كده ولسه هنتكلم في حلقات مقبلة الادمان هو طريقة من طرق تدمير الشباب وتدمير الهوية وتدمير شعب بالكامل لسه من شوية كنا بنتكلم ازاي نقدر ننهض بالدولة وننهض بها على كل المستويات التعليمية وتسقفية والفناء كل حاجة والصحية طبعا اللي هنخصها بالذكر دلوقتي الستروكس بنسمع كتير جدا عن مخدر الستروكس والناس اللي بتشوف فيديوز تأثير الستروكس ده مش اي كلام ده حقيقي فعلا تأثير الستروكس تأثير سلبيدا على الشباب هو مش عايزة اقول سلبي هو قاتل ومدمر ايه هو الستروكس وازاي نقدر نتفديه هل لي علاج ادمان الستروكس اصلا هل فيه تجربة كده اول مرة واول مرة مش يحصل حاجة والكلام ده ولا لأ دورنا احنا في مواجهة هذا الخطر او هذا الادمان ايه منورنا في هذه الفقرة دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا فهلا صباح الخير صباح النور دكتور الستروكس الناس لما بتشوف الفيديوهات الموجودة على الفيسبوك وتأثير الستروكس على الشباب بتترعب اللي بيحصل حالة التشنجات وحالة يعني ايه هو اصلا الستروكس ده عبارة عن ايه مصلحة حضرتك في البداية طبعا انا يعني بقول للشعب المصري كل سنوهم طيبين وبمناسبة عيادنا الجميلة عياد 6 اكتوبر وبمناسبة بقى المحاربة الكبيرة اللي بيقوم بقى الكوات المسلحة بتاعتنا احنا كمان بنجاهد على ارض الواقع علشان نحارب هذا الخطر مش بس الستروكس كل انوع المخدرات احنا كل يوم بقى فيه جديد خاص بالمخدرات والحمد لله احنا في الفترة الاخيرة التعاون مع وزارة الصحة وزارة العدل تم ادراج مادة الاستروكس ضمن الجداول المخدرات ايه بقى مادة الاستروكس ده؟ الاستروكس ده عبارة عن مخدر تم تصنيعه بيترش على نبات معين من النباتات اللي احنا كنا بيتبع عند العطار اللي هو البردقوش وبتحط عليه بعض الخلاطات الصغيرة كده واصلها كمان السم الفران يعني في الاصل ببقى زيادة سم فران سم فران؟ سم فران هو ده يعني رقم واحد رقم واحد موجود فيه وده اللي مغيب اوه عن الشباب ورقم اتنين كمان اه ده سم فران ده اول مرة صنع بعض العقاكير زي الاوتروبين وده اللي بيعلم ان ضربات القلب اوه بيخليها سريعة جدا وبالتالي بيحصلوا تشعنجات كبيرة جدا وبتحصل الموت المفاجئة في الوقت ده اكيد هجيله سكتة قلبية بعد كل هذيك هوا ده دايما بيتميز كده لما بياخد نفس واثنين ازيد من الجرعة اللازمة بيحصلوا على طول دقاءات القلب تكون سريعة جدا موت مفاجئ وبالتالي احنا عندنا نحصيات كل يوم عادة الناس كتير جدا بتموت من الستروكس ومن التنونس عشان كعنا حذرنا كتير جدا وبنشتغل عليه وبنعمل مبادرات كثيرة جدا مع الشباب عشان نحد من تعطيها زي المخدر طيب انا دلوقتي لما كنا بنشوف الفيديوهات اللي موجودة ده مثلا شاب او بنت تحت تأسير لستروكس واللي بيحصل كنا بنشوفها دايما ايه برا مصر وفيه ناس قال لك ما عرفش ده جاي منين وده جاي منين يعني مش مهم المصادر جاي منين ولا بالزبط مين اللي بعتوا ولا مين اللي عاملوا ولا مين اللي بيجيبوا هنا في مصر يعني اللي عايز يدمر الدنيا يعني بس احنا اتفاجئنا ان في حالات هنا في مصر يا فندم والشباب صغيرين جدا بجربوه بقى احنا كمان على مستوى الخط الساخن عندنا والعلاج بنقدر نرصد المخدر ده نثبته قد ايه الشهرين اللي فاته هل هو زاد نسبة الاتصال عليه ولا لا طب عدد المرضى اللي اقبلوا علينا يعني انا عزول حضرتك احنا من 7-8 شهور كان عدد المرضى اللي تقدموا للعلاج في خط الساخن على مادة الاستروكسي ومثلا 4% الشهر اللي فاته زاد النسبة ل 27% واحتل المركز الثاني على طول بعد سبع استنى غازا يا 4% وبعدها بكم شهر 27% حجم الاتصال بعدها بشهرين بعدها بشهرين ثلاثة حجم الاتصال زاد من المرضى ان هم طلبين العلاج من مادة الاستروكس وده رجع لعاملين ان كان فيه برامج وقائية كثيرة جدا خاصة بالموضوع ده وتنوهات اعلامية كثيرة لو سمحتوا الحبيب يتعالج يتقدم للسندوق اللي طبعا احنا عندنا العلاج بالمجان وفي سريع تامة ورقم اتنين المخاطر والفيديوهات اللي بدأت تنزل عن تناول هذا المخدر فانا خلاص محتاج ان انا اتعالج الناس بايت خايفة وعندها فعلا حال خلق اه بالزبط انا عايز افهم بس التأثير بيبقى هي زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتشنوجات اللي بتحصل ممكن تؤدي لسكتة دماغية والتلايوف كبير جدا في خلايا المخ بصورة سريعة وبالتالي تحدث بقى النوبات الصرع والتشنوجات اللي موجودة اه طيب حضرتك بتقولي اللي عايز يتعالج هو انا احسب يعني هو مثلا لما بيطعاطى المخدر ده كم مرة ويبتدي بقى بقى خلاص تحت التأثير تماما المضمن مش كل مضمن بيبقى عايز يتعالج بس اهله بيبقوا عايزين يعانيه على الجوه فده بقى بيحصل ازاي ما تحسبش كده يا فندم هو حسب نوع المخدر وحسب الفترة اللي كان بيطعطاه قد ايه اول جرعة بقيت مدمن لمادة ايه يعني مثلا عندنا الهروين ده من تاني شم على طول بقى مدمن ما هو ده اللي انا بكلم فيه فندم اه بزرط يعني الستروكس بقى ده برضو فيه اول مرة وتاني مرة ولا زي الهروين الستروكس بياخد فترة شوية لان بيبتدي هو او المشاعب من الشباب نانا هاخد نفس واحد بس ما هونا بقى بخاف من الحكاية ده ايو بزرط طب بعدها بيومين ده يعني النفس بعملش معي حكاية طب هزود شوية يبقى نفس شوية كده كما قود نفسين الله اعلم السجارة التالتة اللي ممكن ياخدها او الجرعة التالتة اللي ياخدها يكون تركيزها عامل ازاي وفاق ايه عاوز اقول لحديك احنا بالمناسبة احنا كنا احنا لدينا تعامل كبير جدا مع الطب الشرعي ففيش ريط كنا كانت مسك مع حد كده شريط رمضان الشريط ده عاوز اقول لحضرتك ان الحبال اولانية تركيزها خمسة ميلي جرام الحبال اللي جنبها على طول تركيزها مية ميلي جرام الحبال اللي تحتهم في نفس الشريط الحاجات دي معمولة تحت بير السلم وحاجات معمولة مش مصنعة صحيح يعني تضيئ اي جرعة بتتحطها عشان كده المريض برضو كنا بنعاني في الموضوع ده وانا باخدت رمضان تلات اربع حبات في اليوم بس لما جيت خدت الحبال دي تعبت مرة واحدة وحصل لي كذا وحصل لي كذا طب هي كت فين الحبال طب جرعتها قد ايه طب انت اوخدها منين هل هي من صيدلية او من رشدة طبية لأ طبعا انا بتناول طيب انا دلوقتي يعني النسبة بقى الفئة العمرية الفئة العمرية بتكون تقريبا قد ايه انا سمع حاجة تخوف ما عرفش بقى انا صح ولا غلط فانا سمع مثلا اتناشر سنة تلاتاشر سنة فئة الولاد في السن ده فعلا ممكن يجرب مخدر لا احنا عندنا سن التعاطي سن التعاطي للمخدرات نسل من تسع سنين تسع سنين تسع سنين لا تقليل والإدمان للمواد المخدرة والاستمرار عليها من 12 ل13 سنة ودي كرسة علشان كده احنا كمان كسندوم كافة الإدمان حبينا ان يكون لنا برامج موجهة خاصة بالتربية والتعليم برامج خاصة بالشباب والرياضة عشان كده كان معانا 11 وزار يشاركوا معانا احنا السنة دي دخلين بالتعاون مع وزار التربية والتعليم فأكثر من 10 تلاف مدرسة وتسع سنين ده بيجيب المخدر منين؟ لا المخدر موجود ومتاح فقدر ان هو يخده بس هو مش المشكلة انه يخده ورقم اتنين من معلومة خطأ ممكن يكون خدها من الإعلام او خدها من فيلم معين او خدها من زميل له او صديق له علشان كده احنا محتاجين قوي بالنسبة للآباء وده عندنا برامج خاصة بالأسرة نكون عندهم التسقيف الخاص او الوعي الخاص بقضاء المخدرات او بأصناف المخدرات او بأنواع المخدرات او المشاع عنها لان التاجر قبل ما بينزل يبيع الحباية بيبيع إشاعة الحباية دي هتساعدك على التركيز انت هتكون راجل وهتكون فن وهتكون حاجة كويسة بين زملائك فاشرب معي سجرة دي وعلى فكرة البداية بتبقى هنا التدخين يشرب سجرة عادية التدخين ده هو البوابة اللي يدخل لعالم المخدرات ففي السن ده بيبقى التركيز على الحاجتين دول التدخين وعلى عمل الرجولة عشان تكبر بسرعة عشان يبقى ليك مظهر اجتماعي عشان تكون كويس اشرب السجارة دي وانت مش راجل هنا بقى المداخل وهنا بقى دور الأسرة ان انا افهمه يعني ايه رجولة يعني ايه ان انا اقدر اخد قرار في وقت صعب وديه الحاجات بقى اللي بنشتعل عليها في الفترات اللي احنا شغاني عليها دور الأسرة وبنشتعل معها مع الشباب طب بتشتغلوا مع الشباب ازاي دكتور يعني انا دلوقتي بتأثير التاجر او اللي بيتكلم معهم اللي بيحاول يبيع لهم ده بيبقى قوي جدا فلما يجي العيل صغير مثلا عنده عشر سنين ولا تسع سنين يقولوا انت مش راجل لا طب هات طب هتجرب لا مش هو اللي بيقوله بيخلي زمايله يقوله ايوه اقرانه اقران علشان كده احنا بقى في الصندوق بنشتغل بنفس الاستراتيجية هو ده بقى ايوه اه بزا انا عايزة الشغل يكون او المكافحة تكون على نفس المستوى ماينفعش يبقى هو سحابه بيجوا يقولوله تعالى اشرب استجارة ولا اشرب كذا ولا مش عارف خد كذا واجينا الناحية التانية وانا بكافح او انا بجابي هذه الظاهرة اقول له بقول لك ايه تعالى انت هتعمل كذا وما تعملش جمعش هيسمع طبعا كلام اكيد يعني اقول لحيك مثال سواء من الارض الواقع احنا الاسبوعين اللي فاتوا دول اشتركنا مع اكتر من خمستاشر جمعة ومع احد خاص عاوز اقول لحضرتك المشاركة كانت معاهم في ان احنا نعمل مبادرات شبابية بيقودها مجموعة من الشباب المتطوع اللي موجود عندنا في الصندوق حنا وصل عدد المتطوعين النهاردة عندنا 27000 متطوع دول بيشتغلوا مال على المستوى الجمهورية المتطوعين دول المدربين دول اللي تم أساكلهم بمهارات كثيرة جدا بيقدروا ان هم يتواصلوا مع شباب في الجامعات وفي المعاهد بيقولولهم المعلومة عاوز اقول لحضرتك ان تجربة من نظير لنظير او من شاب لشاب كانت اقوى بكثير جدا من ان اقف في محاضرة واقول محاضرة كبيرة مودي ساعتين ثلاثة بالضبط وكمل الاسئلة اللي بتيجي للولاد دول عن طريق المتطوع بتاعنا اقصر بكثير جدا من اللي بيقولها لمحاضرة او لدكتور لانه في اوقات كثيرة جدا بياخد زميل اللي جدهاك على جام تمانا فاشر بكذا تمانا بحتاجة تحقيق بالضبط هيحرج يقول للدكتور او بالضبط هو شايف وحد زميله من الجامعة هو اللي بيقود العمالة ديت وعامل الجروب كويس جدا وفي مجموعات مصقفة ومحترمة واقفة موجودة بتنقل معلومات صحيحة عن المخدرات وخلي بالك فيه كذا هاوزو اللي حديك على الحاجة تانية احنا الشهر الشهر تمانية اللي فات استهدفنا من خلال 27 ألف طالب او 27 ألف متطوع اللي موجودين معانا استهدفنا فئة السائقيين وده الجميل بقى اللي احنا بنشتهل عليه ان احنا لما نجي نعمل مبادرة ما بنعودش احنا كمسؤولين نفكر فيها نحنا بنجي مجموعات كبيرة جدا من الشباب هم بيقولوا لكم افكار اه بالزبط احنا عوزين ننزل السنة دي نعمل كذا نفكر ازاي فنزلنا في شهر تمانية بمبادرة خاصة بالسوائين والعمال المحنيين كويس قوي نعملها فين لكن احنا مش نقعد والسوائين يجونا في محاضرات ده احنا نحن نزلهم المواقف وهم موجودون على عربياتهم ونبتدي نشتعم كما اسم المبادرة ايه ايه رأيكم ان انتم توصل بالسلامة كانت المبادرة حتى الاسم بعيد شوية عن قادرة المخالفة ولكن مرتبط بالكصة حتى البرشوري اللي توزع كان بيناسب العربية والسيارة والكلام بالزبط الحاجة التانية انا اسم علي الحاجة التانية ان احنا طبعا عندنا سفيرنا الجميل المتطوع رقم واحد عندنا الكابتن محمد صلاح وده هو يعني سفير صندوق مكفحة وعلاج الادمان والحمد لله ان احنا درنا نستثمر مع محمد صلاح جات كثيرة جدا عاوز اقول حضرتك ان احنا الصفحة الرسمية بتاعت صندوق مكفحة انفع عليها اكتر من اتنين مليون شخص الاعلان بتاع صلاح اللي نزل الاخير شافوا ستة وتلاتين مليون واحدة على مستوى العالم هو ده بقى الاستفادة من النمازج استفادة من الرموز كقدوة او من كمان الفنانين وعن طريق مش بس الفنان يروح يعمل يعمل طبعا كامبين يعمل اعلانات يوضح لان طبعا طريقة الاداء بتكون مقنعة كمان اكتر محتاجين اعمال فنية برضو توضح مخاطر ان عارفة ان الناس لما تفرجت على تحت السيطرة للفنانة طبعا نالي كريم فيه ناس كتير اكتأبت وخافت وترعبت بس يعني انا عايز اقول لكم اللي حصل في المسلسل ده بيحصل في الحقيقة فعلا وهي يعني القائمين على هذا العمل نقلوا حقيقة عارفة ان فيه ناس كتير استاءوا منها جدا بس ده بيحصل ودي رسالة او دور من ادوار الفن انا احترم جدا الامل اللي تعمل حاجة زي كيف انا احترم العمل ده لانه اظهر قضية المخدرات وازهر معها تدعية المشكلة بالزبط ايه اللي بيحصل حوالين المدمن جايب امود من زي زمان بس عمالي يتشنج وترمي في الارض وبعد كده ارمي فمعرفش فين فيبقى بعد شوية كزا لأ او ان انا اجيب تاجر مخدرات عايش طول الحلقات في عز وفي نعيم خلي العيال الصغيرة عايز تبقى ايه لما تجبر يقولك تاجر مخدرات اه طبعا اوصل بكده اوصل بالشكل ده ارتكبت يعني حتى لو انا في الحلقة ارتكبت حاجة غلط مفترض وحاسب يعني ازهر للمشاهد بقى الزهوة وقع بعد كده دخلت سجنة مرض تعم عمل كذا نتيجة ان السلوك الاولين اللي كان عاملوا في حياته كان حاجة نبال حاجة دلأسف احنا بنزهرها في اخر حلقة اه وده اللي احنا دايما عشان كده كنا يعني يعني الفترات اللي فات دي ده وعلى مدار خمس سنين فاتوا وكان عدنا مرصد اعلامي لرصد مشاهد التدخين والمخدرات عادنا بقى مع الكتاب والسيناريست والمخرجين عشان نقلل نقلل من مشاهد التدخين اللي بتعرض في شهر المضاء وغير التقليل ان انا حتى لو ححط حاجة زي كده ما تبقاش هي الاساس في المشهد ولو او لو ححط حاجة زي كده ممكن المشهد يكون مستدعي ده ما عنديش مشكلة او قصة تكون مستدعية ده بس على المقابل ان انا لازم اعمل عمل فني ده دور ده واجب يعني دور من أدوار الفن ان انا اعمل عمل فني بقى تاني مقابل اوضح فيه لازم يكون فيه نقطة من النقاط دي موجودة ان الادمان ده خطر الادمان ده بيقدي لتفكك مجتمعي وتفكك أسري بيقدي لحاجات تانية بقى كتير غير المرض والمشاكل الصحية بيقدي لان الناس كلها بتمشي من حواليك محدش بيقف جنبك في الآخر بيقدي ان انت صحتك بتتبهدل بيقدي ان انت بتعمل تصرفات وحشة زي السرقة والضرب والبلطقة لان انت بتبقى خلاص تحت تأثير هذا المخدر هي جلق التدعيات اللي بنحتاجها في المشاهد اه انا شربت او انا تعطيت او انا اشتغلت في المهنة دي اه ايه اللي حصل لي من بعدها اصرتي جرال هاي لازمان زي بظبط المشاكل مسلسل تحت سيطرة واللي اظهروا احنا كمان كافي السندوق كان عندنا بعض الافلام الروائيس القصيرة اللي قدرنا نقدمها للمشاهد ونطلب من الاسرة لما تحب بتوعي ابنك فالراجيع على فيلم زي ده ما تخفيش اه اه تخلي على صفحيطنا وشوف الحاجات دي عندنا الفيلم بتاعنا اسم 4 في 6 للفنانة سوسا بدر وفنانة حودة عبد الموني حاجة محترمة قدرنا نبرس فيها المشكلة وتدعيتها وكمان قدرنا نقول ده في علاج وتعالوا تعاجوا العلاج موجود وفيه امل بعد كده انا طبعا بحييكم وبحيي كل فنان بيعني بيستغل فنه فيه هذه الرسائل المهمة احنا بنتكلم على تمكين الشباب ونهود بحلهم وصحتهم وادأهم في المجتمع وفي الصناعة وفي الاستثمار مش عايزين نسمح لأي حد ان هو يبوز عقل الشباب وان هو يخرب عن طريق المخدرات والافكار المسممة وغيرها من الكلام الفاضي اللي بيحاولوا يعملوه يعني اعداء هذا الوطن وان شاء الله ربنا يسطر على كل الشباب عشان عارفة ان في اهل كتير خايفة من الحكاية دي ان شاء الله ربنا يسطر انا بشكرك جدا يا دكتور وبحييك ويعني شكرا للمجهودات اللي انتو بتقوموا بيها دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعالجة الادمان شكرا جزيلا يا فرحيك شكرا لحتركك طيب قبل ما نروح لفقرة دكتور هاني الناظر هيكون معنا بعد هذا الفاصل اقول لكم سريع عن خبر منظمة الصحة العالمية بتكرم دكتورة غادة والي وبتمنحها جيزة قادة الابطال سنة 2018 لأفضل وزراء من غير وزراء الصحة تأثيرا في القطاع الصحي حيث حصلت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصري على جيزة منظمة الصحة العالمية لأفضل وزراء تأثيرا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة ويطلق عليها تشامبيونز القادة الابطال الذين تبنوا قضايا لها تأثير ايجابي على الصحة ويعملون مع عدة وزارات وجهات شريكة في اعمالها اعمالهم وذلك تقديرا للجهود اللي بزلتها طبعا في عدة مجالات منها التدخل في صندوق مكافحة وعلاج الادمان ومنها ايضا طبعا التحليل اللي بيقوم بها الصندوق زي ايدز فيروسي وبي ومرضى الادمان وتحميل تحولهم لتلقي العلاج اللازم الف مبروك للدكتورة غادة والي بنفخر بيها دايما وان شاء الله في تقدم مستمر انتظرونا مشاهدي نهاية الاسبوع بعد هذا الفاصل ولانا اللقاء مع الدكتور هاني النظر ابقوا معنا اشتركوا في القناة